وإلى الصحافة والجسم الأعلامي حيث خرجت التصريحات الملددة بالقانون ولم تكتفي المؤسسات الأعلامية بالتنديد والاستنكار بل سارع بعضها إلى التحرك الأنباء كشفت عن نيتها توجيه دعوة إلى وسائل الأعلام للاجتماع والخروج بموقف موحد تجاه القانون فيما نقل رئيس تحرير السياسة أحمد الجارالة عن وزير الإعلام نية الأخير مشاورة أصحاب المؤسسات الأعلامية ربا بدا احتبعت ردود الفعل من أهل الاختصاص وأعدت لنا التقرير التالي في ثاني أيام متابعة الأصداء وردود الفعل بشأن قانون الإعلام الموحد المشروع الحكومي المرفوض جملة وتفصيلا من الجسم الأعلامي تطورات ميدانية وأخبار جديدة بشأن القانون باتت شبه مؤكدة نبدأ من الزميلة الأنباء التي أعلنت عبر الراي عن توجيه دعوة عاجلة لرؤساء تحرير الصحف للاجتماع والخروج بموقف موحد رافض للقانون تواجه به المؤسسات الإعلامية القانون الحكومي ما أستطيع التأكيد هو أن رئيس تحرير الأنباء الزميل أستاذ يوسف خالد المرزوق قرر دعوة رؤساء تحرير الصحف إلى اجتماع عاجل في الأيام القليلة المقبلة في جريدة الأنباء لمناقشة هذا الموضوع والخروج بموقف موحد وما علمته أيضا من خلال الاتصال مع العديد من النواب أن هناك مواقف نيابية واضحة إلى حاجة ضرورة إدخال تعديلات جهزرية على نص مشروع القانون كما ورد قبل إقراره بمدولته في مجلس سلم وإلى السياسة حيث كشف رئيس تحريرها أحمد الجار الله عن مكالمة تمت بينه وبين وزير الإعلام أبلغه من خلالها الوزير عن نيته الاجتماع بممثلي المؤسسات الإعلامية أنا كلمت وزير الإعلام قلت له شنو هذا القانون يعني قال لي لا بالعكس أنا قلت له شنو بالعكس يعني أوكي يمكن دباجتها مقبولة بس موادها غير مقبولة المواد اللي فيه غير مقبولة وهو قال وعد أني سأجري اتصال مع صحاب المؤسسات الإعلامية والصحف واجتمعوا إياهم ونشوف الشي اللي نقدر نعمله هذا قانون ما يمشي القانون الذي كان قد واجه غضبة شعبية ونيابية لن يمر من أروقة البرلمان ولن يطبق من المؤسسات الإعلامية هذا ما أجمع عليه أهل الاختصاص قانون يقولك لا تكتب أخبار الليلة بعد ما تسأل عنها يعني بكرة بكتب أخبار عن أوباما لازم تصل للبيت الأبيض أسألها أقولها تسمح لي أن نشرها الخبر لأنه يحق له أن يشتكيني طيب شنكتب به القانون هذا شنكتب عن الزغور الجميلة عن تلقيح النخل في شهر ستة أو خمسة شنكتب بالله كل شيء لازم تأخذ إذن حتى بتكتب عن وزارة أنها بتمدد تليفون لبيت لأنه يقولك أخذ إذن شكلام هذا ما تمشي فعلا غير عملي ولا يمكن أن يطبق ولا يمكن أن يمشي في مجلس الأمة وسيواجه يعني نوع من المواجهة مع مؤسسات صحفية اليوم توقعنا أننا سنناقش مشروع قانون ذو طابع فني أو مهني ولكن فجئنا بأن النص الوارد إلينا كان ذا طابع سياسي بحت وكأن هناك موقف سياسي أو عقوبة عقاب جماعي لكل قطاع الإعلام بشكل عام بسبب العقوبات الدراكونية الطابع الواردة في نص القانون يعني بعض العقوبات يصل تقريبا إلى نفس مبلغ رأسمال تأسيس شركة لإنشاء فضائية أو إنشاء صحيفة يومية أو أسبوعية أو شهرية فبالتالي بالتأكيد كان صدمة بالنسبة إلينا خاصة أن هذا القانون يتناقض مع التقدم الذي حققه قطاع الإعلام في الكويت الذي تقدم حتى على لبنان اليوم الكويت تحتل المرتبة الأولى في حرية التعبير وحرية الصحافة على مستوى الشرق الأوسط بحسب التقارير الدولية المحايدة هذا القانون يأتي لينسف هذا الواقع وإلى أن تلتأم المؤسسات الإعلامية وتخرج بموقف موحد تتواصل ردود الأفعال المنددة بالقانون ومواده إن من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال تصريحات عدد من النواب رباب بداح الراي